هل تعتقدين أنك أنت عورة؟ إذن كيف أصبحت طبيبة وكابتن طيارة ومهندسة وباحثة ورائلة فضاء ومعلمة مربية تنعتين نفسك بالعورة؟ ولا ينبغ عليك أن تخرج لتتعلمي العلم فريضة عليك وعلى الذكر الرجل كيف تقولين عن نفسك أنك عورة؟ إذن امكثي في البيت أيضا لأنك عورة مجرد ظهورك خروجك لبرة هذا يسبب مصيبة للرجال إذن العورة في عقل الرجل الذي ينظر للمرأة على أنها مجرد جنس وإذا خرجت ورآها يرتفع هرمون الجنس عنده لماذا في الغرب إذا رأوا المرأة في الشارع لا ينظرون لها حتى؟ لماذا؟ لأنهم خلعوا من عقولهم أن المرأة عورة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يلي قال عن المرأة أنه هي عورة هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يلي ما بينطق عن الهوى أنه إلا وحي يوحى فحضرتك عم تعاتبة أنه كيف عم تنعتي حالك بالعورة وكأنه شي مقزز وحضرتك بارك الله فيك عم تحاول تهم الأخت أنه كيف أنت عورة وبدك تطلب العلم وتشتغلي وللأسف حضرتك كررت أكثر من مرة أنه كيف عم تقولي عن حالك أنك عورة وكأنه الأخت ارتكبت جريمي بحق حالة أو بحق أهلة ودينة ومجتمعة وحضرتك وقعت بمغالطة رجل القش توهمت شيء وبدأت تهجم عليه علما أنه الأخت ما ذكرت بتعليق أي شيء عن العلم ولكن حضرتك عم تطلب بنا أنه تمكث بالبيت وكأنه جميع أخواتنا وأمهاتنا ما بيقدروا يطلب العلم أو يشتغلوا إلا إذا تخلوا عن مفهوم أنه المرأة عورة فنساء المسلمين لما بيطلعوا للضرورة مثل ما أمروا الرب العالمين ما حيعترد طريقهم إلا كل واحد أليل تربي ودين وحضرتك اتهمت رجال المسلمين بأنه مفهوم العورة بعقولهم هو مجرد ما حينظر للمرأة حيتصورها أنه هي بس للجنس فهل حضرتك وأبوك الله يرحمه وقرائبك بهالشكل؟ وحضرتك عم تدعي وبتقول أنه لشو بالغرب ما بينظر الرجال للمرأة بأنه هي عورة وهذا دليل أنك منك فاهم شو معنات كلمة عورة حناخد على سبيل المثال للحصر بأميركا كل 73 ثانية في حالة اختصاب جديد ومرأة من بين 6 نساء عم يتم اختصابها وزن المحارم على وشك أنه يصير متاح بأغلب الدول الأوروبي فنصيحتي إلك يا أختي لا يغرنك بريق الأغلفة فكم كتاب حقه أن تتلفه تحياتي